والآن حان وقت الموسيقى الأستاذ مصطفى السيد الحمادي وإنجاز جديد في عالم الفسيخ سنده وتشاهد فسيخ ومجتملاته إزايك يا سيد مصطفى؟ إزاي عمر، إزاي حال رتك؟ منورنا يا شباب ناخليك إزاي عمر إيه الحكاية؟ إيه حكاية فسيخ الحمادي؟ والله أنا لقيت نفسي الجيل الرابع في قصة الفسيخ والرنجة وكده وطبعاً أنا عارف إن أنتم من أول القارن آه يعني من والد جدي كبير جدي مصطفى وبعد كده جدي محمد ووالدي بقى الحاجة سيد ربان دروس صحة كان أصلاً جدي كبير كان من رشيد وبعد كده كان العاصل الفسيخ آه، السوق بقى كانت هي زي سوق كده زي السيد البدوي برضو فجدي جدي سوق اللي هو الكبير والد جدي وبعد كده جدي محمد وبعد كده بقى والدي الحاجة سيد ربان دروس صحة وانا كان عندي افكار كده ان نطور الموضوع شوية تطور صنعة الفيسيخ اه يعني ما يبقاش في شكل بيزك العادي كده بحيث ان احنا نعمله حاجة مختلفة وجديدة تناسب العصر اللي احنا فيه كده فتنقلت بقى انا تنقلت واسرتي رحنا فترة حوالي خمس سنين في القاهرة وفتحت فرع في مصر الجديدة في مدان تريام بتعمل سندوتشات في سيخ اه يعني بحاول اعمل افكار جديدة وافكار مفيدة في دماغك حاجة عصن الفيسيخ عارفة ارهام معروف يعني لازم نفرش فكرة سندوتش الفيسيخ دي جديدة ومجتملاته يعني سندوتش رينجة سندوتش بطارخ هقول لحضرات بصراحة انا كنت شايف دايما ان يعني كنت بدرس ليه الناس عندها فكرة عن الفيسيخ ان هو الريحة اللي لا ده لازم بهدلة ونجيبوه البيت يبقى الموضوع فيه بهدلة وكده فقلت لأ انا عاوز اخلي الموضوع شكله بسيط نعملوه حاجات قطع صغيرة يبقى الاكل على طول او سندوتش مثلا في عربية او كده ما تبقاش شغلانة انك تجيبوه الموضوع بسيط يعني بدلانا عندي الفكرة مانفسها وكده والحمد لله لاتقبول كويس يعني